المساء الخير لكم والأستاذ المشاهدين أهلا بك لنتحدث عن موضوع النتائج حتى الساعة بالنسبة لنأخذ بنك الرياض كمثال هل من الممكن أن نستقرأ من هذه النتائج النتائج أخرى بالنسبة للقطاع المصرفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النتيجة كانت إيجابية ومفاجئة بكل المقاييس وعدم تفاعل السهم اليوم هو طبعا نتيجة أن الأرباح التي صرفت يعني اليوم يتداول بدون حق الأرباح ولكن أيضا هناك رغبة بالمقارنة ما بين هذه النتيجة ونتائج أخرى رغم أن ما أعلنه بنك الرياض اليوم يدلل على أن وضع البنك قوي وأنه لا يوجد هناك مشكلة ولم يتطرق إلى موضوع المخصصات نهائيا ولكن ذكر بالتقارير كثيرة منها HSBC وغيرها ذكرت بأن بنك الرياض يعتبر هو الأفضل بين البنوك ولذلك نجد أن السوق ينتظر إعلانات البنوك الأخرى وخصصا التي أثير حولها يعني موضوع التعثر مجموعة السعد والاكسيبي مثلا بنك سامبا ذكر في بلومبرغ ولم يعلق البنك أيضا التخفيض التصليف الاتماني للاستثمار وللجزيرة خصوصا أنه تزامن مع نفس الفترة التي خرج فيها خبر التعثر المجموعتين فالسوق ينتظر ما ستسفر عنه الإعلانات حتى يكون للقطاع المصرفي يعني اتجاه واضح يعني البنوك التي اليوم بنك الرياض خرج من هذه النقطة هناك يعني بنك الإنمى بالتأكيد لن يكون له علاقة في الموضوع على اعتبار أنه بنك جديد ولكن البنوك الأخرى يحتاج السوق إلى معرفة الكثير حول هذه النقطة بالإضافة إلى أن يعني طبيعة الإعلانات وما ستكون فيه يعني من معلومات هو ما سيحدد أيضا نظرة إلى الربع الثالث يعني عندما يتم الإعلان بشكل واضح أنه لا يوجد هناك مشكلة بالتأكيد هذا سيقطع كل الشكل موجود وستتجه الأسعار إلى مستوياتها المستحقة بالنسبة للقطاع المصرفي فنستطيع القول أن هناك إيجابية وإيجابية جيدة ونحن استقرأناها من خلال إعلان التوزيع الأرباح قبل إعلان النتائج وأيضا سامب أعلن وأعطى انطباع بأن الأمور بالتأكيد إيجابية بالنسبة له كونه سيصرف أرباح ولكن بالتأكيد يبقى للإعلانات هي القول الفصل في هذه النقطة نعم ولل نتحدث عن وضع المخصصات يعني هل بنت المخصصات سيكون عامل سلبي يعني ستحاول المصارف أن تتجنبه ليست المسألة هي محاولة تجنب بقدر ما هي الحقيقة الموجودة والتي ستقلص من أرباح البنوك فيما لو كان هناك انكشاف أو تعثر بشكل أو بآخر وخصصا أن الفترة التي مررنا بها منذ أن أعلن عن تعثر المجموعتين لم نسمع تحديدا من المملكة لم نسمع أي خبر سواء من البنوك أو من مؤسسة النقد تعلق في هذا الجانب وبالتالي أصبحت المسألة هي كلها فقط تحت رهن الشائعات والتكهنات والاجتهادات وهذا يعني ما سبب الضغط على السوق وعلى القطاع المصرفي بشكل كبير ولكن كما ذكرت لك موضوع المخصصات هو بالنهاية سيكون مقابل استثمارات متعثرة أو قروض متهالكة وهذا طبعا بالتأكيد سيخفض من الأرباح المستقبلية فيما لو حصل وبالتالي سيعاد النظر بتقييم كل بنك بحسب ما سيكون معرض له أما مثلا بنك الرياض ما أعلني هذا بالتأكيد الآن تتجه المسألة إلى عملية تقييمات يعني جديدة للسهم وتأكيد إلى أن السهم من خلال كثير من التقارير التي أكدت على سلامة وضع البنك بالإضافة إلى أن هناك نقطة يعني أن حجم الوداع في البنك يفوق حجم نسبة ارتفاع الأقراض فيه وهذا يعني يعطيه هامش للتوسع مستقبلا وهذا سيكون محسوب بنظر المستثمرين إلى أن قدرة البنك على التوسع وإن كانت بشكل محدود عموما ولكنها ستكون موجودة ما يعطي فرصة لنمو الأرباح للبنك خصة أن البنك يعني هذه السنة يعمل كامل السنة برأس مال 15 مليار حسب رفع رأس المال الذي حصل في العام الماضي نعم ولنتحدث عن القطاع الصناعي يعني بعض الشركات الصناعية أعلنت عن نتائجها ولو كانت شركات قليلة أيضا كيف يمكن أن نستدل على هذا الموضوع هل برأيك ما يمكن نشره من هذه التقارير حول ربما بعض الانفراجات يعني قد تكون هناك بوادر لحل الأزمة ما بين الصين والسعودية هل برأيك القطاع الصناعي قد يتوقع أو حتى بالنسبة للتداولات على هذا القطاع في السوق بدأت ربما تتحسس بعض بوادر ربما انحلال حل هذه الأزمة يعني هي إذا كانت بالمنظور الذي ظهرت فيه لا تشكل أزمة وخصصا لقطاع البتروكيماوي تحديدا بكثير من المنتجات يعني هي تكلمت عن منتج تقريبا رئيس هو الميثانول لشركتين فقط من شركات السوق بينما بقية الشركات لا تنتج طبعا الميثانول بالإضافة إلى أن سمعنا أن هناك بوادر حل واتفاق هذا بالتأكيد سيكون عامل مهم لتوسع الشركات في السوق الصيني والسوق الصيني هو من أهم الأسواق وسابق التي هي أكبر علاقة لها مع السوق الصيني عبرت عن أهمية العلاقة مع السوق الصيني وعن أسلوب تعاملها مع الموضوع بحيث أنه يبقي الأمر متاحا وخصا أن التدخل الرسمي قائم الآن فبالتالي يجب أن تنتظر النتائج من هذا التدخل والذي بوادره وإشاراته كلها إيجابية ولكن على النقطة الأخرى أسعار المواد البترو كيماوية كلها ارتفعت وخصصا في الربع الثاني يعني كان كامل الربع ضمن محسوب ضمن إطار التوسعات فبالتالي يجب أن يكون هناك انعكاس إيجابي على نتائج شركات القطاع البترو كيماوي تحديدا طبعا التي أعلنت هي سافكو وأيضا تكلمت المجموعة عن أرباحها ولكن أرباح سافكو قياسا بالأسعار العالمية جاءت أنا أرى أنها ممتازة وخصا أن هذه الصناعة سافكو من الرائدين فيها عالميا وتستطيع أن تحقق فيها أرباح وأيضا الطلب سيزداد في المستقبل بالتأكيد لأن هناك اهتمام بالجانب الزراعي وعملية تنمية المنتجات على مستوى العالم وهذا بالتأكيد سيشكل طلب في المستقبل وخصا أن الأسمدة هي تقريبا الوحيدة ما بين المنتجات البترو كيماوية وما يشتق من الغاز والنفط التي لم ترتد أسعارها كما حصل في المنتجات البترو كيماوية الأخرى فبالتالي يتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الفترة القادمة لمنتجات الأسمدة وهذا بالتأكيد سيكون انعكاسه إيجابي على سافكو وطبعا سافكو مركزها المالي قوي تستطيع رغم أنها تحقق أرباح ولكنها أيضا تستطيع أن تستفيد من خلال هذه الأزمة وأن تمر عليها بدون أي إشكاليات نعم وسوف تكون معنا أستاذ محمد بعد الفاصل سوف نذهب مشاهدين إلى إغلاق السوق السعودية الذي فيما يبدو هناك بعض بوادر الارتفاعات للاتصالات الاستثمار الصناعي كيف سيغلق السوق بعد الفاصل الأسهم السعودية برعاية سامباتا داول الوسيلة الأذكى للتحرك في سوق الأسهم اشتركوا في القناة